سيدة تحكي قصة ابنها المدمن الذي مات في عمر الزهور نتيجة تناوله جرعة زائدة فتقول أن ابنها كان ناجحا في حياته ومتفوقا في دراسته بكلية الطب وكان يمارس الرياضة ويتفوق فيها وسبق حصوله على عدة بطولات ورغم كل هذا التفوق كان لا يصلي وكان بعيدا عن الله وكان ابن خالته يحثه على الصلاة والتقرب إلى الله ولكن ابني كان لا يستجيب له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وفي يوم وأثناء وجودي ابني في النادي للتدريب في إحدى المرات تعرف على أحد الشباب بالنادي ثم قام هذا الشاب بتقديمه لباقي شلته وأصدقائه بالنادي وبدأ ابني يجلس مع الشلة ويتعلم التدخين منهم ثم قدموا له سجارة محشوة بالبانغو حتى أدمنه وعندما وصل إلى مرحلة التشبع بالمخدر بدأ يبحث عن مخدر آخر أشد تأثيرا من البانغو وأصبح مدمنا له وأثناء ذلك زاره ابن خاله وأفهمه كثيرا أن الإيمان هو خير وسيلة للخروج من هذا الإدمان الذي استولى عليه إلا أن ولدي عاند واستمر في تعاطيه وفي إحدى المرات تناول جرعة زائدة من المخدر وانتهت حياته وظلت أمه تتجرع آلام الذكريات بعد فقدها لابنها الوحيد بسبب المخدرات التي بدأت بالبانغو وانتهت بالهروين ثم الموت وما زاد من حزنها أنها لم تحضه على الصلاة من الصغر أو بعدما أصبح شابا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يحكي مالك بن دينار قصته قائلا بدأت حياتي وأنا في قمة الضياع كنت عاصيا سكيرا حتى أصبح الناس يتحاشون التعامل معي من شدة ظلمي ومعصيتي وفي يوم من الأيام اشتقت إلى الاستقرار ففكرت أن أتزوج ويكون لدي أطفال وبالفعل تزوجت ورزقني الله بطفلة سميتها فاطمة كنت أحبها حبا كبيرا وعندما بلغت فاطمة عامها الثاني كانت عندما تجدني أمسك كأسا من الخمر أجدها تقترب مني وتزيحه بيدها بعيدا عني وعندما بلغت فاطمة ثلاث سنوات ماتت فانقلبت أسوأ مما كنت فلم يكن لدي وقتها الصبر الذي عند المؤمنين حتى أقوى على البلاء وأتحمل الشدائط فتلاعب بالشيطان وأعادني أسوأ مما كنت وفي يوم جاءني الشيطان ووسوس لي أن أسكر في هذا اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل فظللت طوال الليل أشرب وأشرب فرأيت الأحلام تتوالى علي حتى رأيت تلك الرؤية لقد رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس وتحولت البحار إلى نار وزلزلت الأرض ثم رأيت ثعبانا كبيرا قويا يجري نحوي فاتحا فمه فأخذت أجري من شدة خوفي حتى وجدت رجلا عجوزا ضعيفا قلت في رعب أرجوك أنقذني من هذا الثعبان فقال العجوز يا بني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن أركض بأسرع ما عندك في هذه الناحية لعلك تنجو فأخذت أجري حيث أخبرني والثعبان يجري خلفي حتى وجدت النار أمامي فعدت مسرعا والثعبان يتبعني عدت إلى الرجل واستحلفته بالله أن ينقذني فبكى الرجل ليحالي وقال اجري نحو هذا الجبل لعلك تنجو فبدأت أجري نحوه والثعبان خلفي حتى رأيت على الجبل أطفالا صغارا سمعتهم ينادون يا فاطمة أنقذي أباكي فجاءت تنقذني من هذا الموقف العظيم فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى ثم جلست في حجري كما كانت تفعل في حياتها وقالت لي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقلت لها يا بنيتي أخبريني ما هذا الثعبان الرهيب فقالت فاطمة يا أبي هذا عملك السيء وذنوبك أنت جعلتها تكبر حتى كادت أن تبتلعك وهذا الرجل الضعيف الذي كان يحاول مساعدتك هو عملك الصالح أنت أضعفته في حياتك حتى بكى لحالك ولا يستطيع أن ينقذك ولولا أنك أنجبتني ومت وأنا صغيرة لما كان هناك شيء ينفعك فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ قد آن يا رب قد آن يا رب فاختسلت وخرجت لصلاة الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله فدخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر